السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم طلاب وطالبات الصف أول ثانوي نظام المسارات في مادة الاجتماعيات معكم المعلمات تركية الأحمرية ولغة الإشارة الأستاذ عبد السلام المغيني نراجع الدرس السابق ونجيب على الأسئلة التالية صف مناخ الولايات المتحدة الأمريكية لماذا يتميز؟ وماذا تسبب في تنوعه؟ أحسنتم نتيجة الاتساع مساحة الولايات المتحدة وتنوعها الجرافي كان فيها معظم أنواع المناخ وتتنوع بذلك البيئات والمحصولات الزراعية وتصيب البلاد بعض الكوارث الطبيعية وخصوصا الولايات التي تطل على خليج المكسيك المعرضة للأعاصير الاستوائية علل تتميز الولايات المتحدة الأمريكية بأنها واحدة من أكثر دول العالم تنوعا في العرق والثقافة ما السبب؟ رائعين نتيجة الهجرة الكبيرة إليها من بلدان مختلفة ولذلك تعددت الأعراق واللغات والأديان فيها ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي في الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ الكثافة السكانية ذروتها في الجزء فراغ من الدولة في أي جزء من الولايات أحسنتم في الجزء الشمالي الشرقي من الولايات يعد النمو السكاني في الولايات المتحدة الأمريكية بطيئا حيث تبلغ نسبته أقل من أحسنتم واحد بالمئة حسب إحصائيات عام 2020 ميلاديا اللغة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية هي اللغة رائعين هي اللغة الإنجليزية يحوز نحو فراغ من سكان الولايات المتحدة الأمريكية درجة التعليم العالي كم نسبة الحاصلين من سكان الولايات على التعليم العالي أحسنتم 38% من إجمال السكان أقرأ الصور ثم أستنتج عنوان الدرس نشاهد هذه الصور ونقرأها سويا ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ أحسنتم مزارع ولمحصول بالتحديد محصول الطماطم وماذا نشاهد هنا؟ هنا نشاهد حيوانات تربى في مزارع كبيرة وماذا نشاهد هنا؟ أحسنتم مصانع وتكنولوجيا وأجهزة وتقنية إذن عم ماذا تتحدث أو ما الرابط بين هذه الصور؟ أحسنتم أنها جميعا من الموارد الاقتصادية لأي دولة نتحدث؟ أحسنتم عن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد سنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن الاقتصاد في الولايات عنوين الوحدة الرابعة القوى العالمية الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية وأيضا الصين حديثنا أو سنكمل حديثنا هذا اليوم بإذن الله عن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الدرس أبرز المحاور هي الخصائص الطبيعية للولايات المتحدة الخصائص البشرية وأيضا اقتصاد الولايات المتحدة تحدثنا عن الخصائص الطبيعية للولايات وأيضا تحدثنا عن الخصائص البشرية وسنتحدث اليوم بإذن الله عن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أهداف درسنا هذا اليوم والتي سنحققها بمشيئة الله أن يتمكن الطالب والطالبة من أن يصف التنوع البيئي للولايات المتحدة وأيضا يلخص تنوع الموارد الاقتصادية في الولايات المتحدة يعلل تعد الولايات المتحدة الأمريكية من الرواد في مجال التصنيع بأنواعه يوضح مكانة الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية ونبدأ حديثنا عن الاقتصاد في الولايات يعد التنوع البيئي في الولايات المتحدة شديدا حيث آلاف الأنواع من النباتات ومئات الأنواع من الحيوانات أيضا ترتب هذا التنوع البيئي للنباتات والحيوانات على ماذا؟ أحسنتم اتساع مساحة الولايات التي تمتد من المحيط الهادي شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ترتب لهذا وجود تنوع بيئي كبير حيث وصل فيها عدد آلاف الأنواع من النباتات ومئات الأنواع من الحيوانات إذن هنا تنوع كبير جدا تنوع تضاريسي تنوع مناخي تنوع زراعي وذكرنا أن يصل فيها أعداد أنواع النباتات أكثر من الآلاف وأيضا أنواع الحيوانات فيها العديد من التنوع الحيواني حيث يتجاوز المئات من أنواع الحيوانات لماذا؟ ذكرنا هذه الأسباب لتنوع الأوضاع الطبيعية التي ذكرتها قبل قليل مثل أحسنتم المساحة الشاسعة والكبيرة أيضا تنوع ماذا؟ أحسنتم تنوع المناخ لاختلاف التضاريس لكل بيئة هناك أنواع خاصة من الحيوانات التي تعيش فيها من النباتات التي تنمو فيها وأيضا ارتباط بين المناخ وأنواع النباتات كما نعلم وأيضا الحيوانات كما تضم البلاد 58 متنزها وطنيا إذن هنا كما المتنزهات الوطنية تضم 58 متنزها وطنيا ومئات أخرى من الحدائق والغابات والبراري ومعظم هذه الأراضي محمية إذن هنا أماكن وبيئات طبيعية شاسعة وكبيرة ومحميات للحدائق والغابات والبراري سنتحدث عن الثروة الزراعية ورعي الماشية تتنوع الموارد الاقتصادية من أهم الموارد الاقتصادية هي الثروة الزراعية بشقيها النباتة والحيواني هنا نشاهد المراعي في ولاية أيوة مراعي تعيش أو تتربى فيها الكثير من الحيوانات وهنا مزارع وبالتحديد جني الطماطم في مدينة كاليفورنيا أو في ولاية كاليفورنيا حيث تأتي الزراعة في الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول في العالم مركز كبير وكلنا نعلم أهمية هذا المورد الهام وهو المورد الزراعي الذي تعتمد عليه جميع الشعوب وهنا تتضح لنا مكانة أو مركز بملايات المتحدة في هذا المورد حيث تشغل المركز الأول في العالم وتنتج المحصولات بأنواعها وخصوصا الفواكه والحبوب التي هي مصدر رئيسي لغذاء البشر كما ترى أيضا الماشية والأغنام والماعز إذن يتبين لنا مركز الولايات المتحدة الأول على العالم من حيث ماذا؟ أحسنتم من حيث الموارد أو القدرات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني أيضا من أهم موارد الاقتصاد في الولايات الثروة المعدنية تعد الولايات المتحدة من أغنى دول العالم بثرواتها المعدنية وإنتاج النفط والكهرباء والطاقة النووية إذن هنا للولايات المتحدة مركز أهمية عالمية كبيرة جدا حيث تعد من أغنى دول العالم لهذه المعادن وإنتاج النفط وأيضا أحسنتم الكهرباء والطاقة النووية نجيب الآن على السؤال التالي أكمل الفراغات التالية بما يناسبها في الولايات المتحدة الأمريكية تأتي الزراعة في المركز فراغ في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية يتم رعي الماشية وفراغ وفراغ تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أغنى دول العالم بثرواتها المعدنية وإنتاج فراغ وفراغ إذن الولايات تحت المركز ماذا؟ أحسنتم المركز الأول في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية يتم رعي الماشية وماذا وماذا؟ أحسنتم الأغنام والمائز تعدل ولايات المتحدة الأمريكية من أغنى دول العالم بثرواتها المعدنية وإنتاج ماذا؟ أحسنتم رعيين النفط وأيضا الطاقة النووية في مجال البحث والبحث العلمي والابتكار والتصنيع تعد الولايات رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وهي من الرواد في تصنيع المنتجات الكيموية نلاحظ الآن ذكرنا أنها رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار والتكنولوجي وسنشاهد الآن هنا صناعة الولايات المتحدة هي منتجة أو مصنعة لمنتجات الكيموية وأيضا مصنعة أو مدينة دولة صناعية للسيارات والسفن والطائرات والمنسوجات وغيرها من الصناعات الأخرى إذن نلاحظ هنا في الولايات المتحدة أنها تنتج وتصنع أبرز وأقوى الصناعات وتسمى بالصناعات الثقيلة سيارات وسفن وطائرات ومنسوجات ومنتجات كيموية فلذلك هي رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار التكنولوجي لماذا؟ لماذا هي رائدة ووصلت إلى هذا التقدم الهائل في الصناعات من أجل أو من الأسباب التي جعلتها رائدة في هذا المجال لتوفر مقومات الصناع المختلفة فيها من موارد طبيعية؟ هنا الأسباب ننتبه موارد طبيعية وبنية احتية متطورة وأيضا قوة شرائية عالية علاوة على القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية إذن عندما نقول أن المملكة للولايات المتحدة رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار وهي من الدول الصناعية المتقدمة لماذا أو وضح السبب أو فسر ذلك؟ هناك عدة أسباب جعلت الولايات تصل إلى هذه المكانة العالية في مجال التقدم التكنولوجي والابتكار من أجل ماذا ذكرنا هذه الأسباب؟ منها أحسنتم الموارد الطبيعية أيضا ثانيا رائعين بنية احتية متطورة أيضا أحسنتم قوة شرائية عالية إضافة إلى القدرة المنافسة في ماذا؟ في الأسواق العالمية إذن اجتمعت هذه الأسباب حتى كونت دولة قوية رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار التكنولوجي ومن أهم صناعات الولايات ما هي؟ أحسنتم السيارات أيضا السفن الطائرات وأيضا المنسجات والمنتجات الكيموية بارك الله فيكم وصف اقتصاد الولايات المتحدة عرفنا أنها تحتل المركز الأول في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وأيضا رائدة في مجال البحث العلمي والتكنولوجي وأيضا منتجة للنفط والطاقة النووية هذا يدل على أو يصل بالولايات المتحدة إلى أضخم اقتصاد في العالم نستطيع أن نصف اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وقد أصبح اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أضخم اقتصاد في العالم بحلول عام 1870 ميلاديا إذن أصبحت من أضخم الاقتصاد في العالم وأكدت الحروب التي خاضتها القوة العسكرية للبلاد من خلال حديثنا عن الحروب السابقة وبالتحديد الحرب العالمية الثانية ودور الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية وانتصار دول الحلفاء لوجود الولايات المتحدة التي تمثل قوة أسكرية وصناعية واقتصادية وسياسية إذن هي تشكل قوة عالمية مكانت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية بعد الحرب العالمية الثانية خرجت الولايات المتحدة لتكون ماذا؟ لتكون أول دولة تمتلك أسلحة نووية ويدل على ذلك ماذا؟ أيضا سنعود لهذه النقطة وأيضا عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نلاحظ هنا أنها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعضوا مؤسسا في منظمة حلف شمال الأطلسي بعد الحرب العالمية الثانية وبعد أن عرفنا أسبابها وأحداثها ومراحلها ونتائجها هنا أو بعدها نهايتها أصبحت الولايات أول دولة تمتلك أسلحة نووية متى استعملت الولايات المتحدة الأمريكية السلاح النووي؟ أحسنتم رائعين عندما أطلقت القنبلة الذرية على هيروشيما أو أيضا على ناجزاكي اليابانية إذن هنا أصبحت تمثل أو تكون أول دولة امتلكت سلاح نووي كما أصبحت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم بالتحديد متى؟ بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي تصدرت هنا الولايات وأصبحت القوة العظمى الوحيدة في العالم بعد انتهاء الحرب وتفكك القوة المنافسة لها وهي ماذا؟ أحسنتم الاتحاد السوفيتي ويبلغ معدل انفاق العسكري فيها نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ثاني أعلى معدل من الانفاق العسكري عالميا الآن من الأحداث التاريخية هو أن مر العالم بحرب ويسمى بالحرب الباردة وكان قبل أن تقوم الحرب الباردة عرفنا أن هناك قوتان متنافستان في العالم هي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية عرفنا أنها خرجت بعد الحرب العالمية الثانية بأول دولة تمتلك سلاح نووي ثم قامت الحرب الباردة والتي تفكك فيها الاتحاد السوفيتي وهنا برزت وظهرت وشكلت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في العالم بلا منافس بعد ماذا؟ بعد انتهاء الحرب الباردة تحدثنا هنا أيضا عن الناتج المحلي وهو ثاني أو معدل الانفاق العسكري فيها نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ثاني أعلى معدل من الانفاق العسكري عالميا سنقرأ الآن معلومة إثرائية لتوضح لنا معنى الناتج المحلي الإجمالي مفاهيم ومصطلحات الناتج المحلي الإجمالي ماذا يقصد فيه؟ هو القيمة السوقية للسلع والخدمات النهائية محليا داخل الدولة في مدة زمنية محددة إذن هنا نشاهد أن الانفاق العسكري في الولايات وصل إلى 4% من الناتج المحلي وهو يشكل ثاني أعلى معدل من الانفاق العسكري عالميا إذن أيضا تنتلك قوة عسكرية كبيرة معلومات إثرائية عن الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للنظام يوجد فيها ما يسمى بالنظام الفدرالي ويشمل الرئيس مجلس الشيوخ مجلس النواب والمحكمة العليا عدد ولاياتها كما نعلم 50 ولاية وعاصمتها واشنطن يتجاوز عدد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية حسب آخر الإحصائيات أكثر من 330 مليون نسمة مساحتها 9 ملايين و 834 ألف كيلو متر مربع في نهاية درسنا سنجيب على الأسئلة التالية ضع عبارة صحة أمام العبارة الصحيحة وعبارة خطأ أمام العبارة الخاطئة تضم الولايات المتحدة الأمريكية 43 منتزها وطنيا الولايات المتحدة الأمريكية تنتج الطاقة النووية بعد الحرب العالمية الثاني أصبحت الولايات المتحدة عضوا دائما في مجلس الأمن الولايات عضوا مؤسسا في منظمة حلف جنوب الأطلسي العبارة الأولى تضم 43 منتزها وطنيا أحسنتم العبارة خاطئة الولايات المتحدة الأمريكية تنتج الطاقة النووية أحسنتم العبارة صحيحة بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت الولايات عضوا دائما في مجلس الأمن أحسنتم العبارة صحيحة الولايات عضوا مؤسسا في منظمة حلف جنوب الأطلسي أحسنتم العبارة خاطئة لأنها شمال جنوب شمال عفوا حلف شمال الأطلسي وضح مكانة الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية والسياسية والعسكرية أصبح اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية كما عرفنا ماذا أحسنتم أضخم اقتصاد في العالم بحلول عام 1870 ميلاديا بعد الحرب العالمية الثانية خرجت الولايات لتكون ماذا أحسنتم أول دولة تمتلك سلاح نووي وأيضا عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأيضا عضوا مؤسسا في ماذا أحسنتم في منظمة حلف شمال الأطلسي كما أصبحت الولايات المتحدة رائعين القوة العظمى الوحيدة في العالم بعد الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي فسر ما يلي يعدد تنوع البيئة في الولايات المتحدة شديدا حيث يوجد فيها ألاف الأنواع من النباتات ومئات الأنواع من الحيوانات نتيجة ماذا أحسنتم لتنوع الأوضاع الطبيعية فيها الولايات من الرواد في تصنيع المنتجات الكيموية والسيارات والسفن والطائرات والمنسوجات وغيرها من الصناعات الأخرى لماذا هي أصبحت رائدة في هذا المجال أحسنتم لتوفر مقومات الصناعة المختلفة من موارد طبيعية وبنية تحتية وأيضا قوة شرائية عالية علاوة على القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية وبذلك تعرفنا في هذا الدرس على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية أشكركم على حسن إصائكم وتفاعلكم وألتقي بكم مجددا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته